الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع جورة ياسين في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة ولكننا شرحنا الآيات الأخيرة شرحا سريعا فوجدت من المناسب أن نأتي عليها مرة ثانية فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ببعض المعاني الدقيقة التي يمكن أن نستنبط منها قواعد في حياتنا مرة ثانية وثالثة القصص التي وردت في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها إنما هي مقصودة لاستنباط قواعد تلقي لك ضوءا في الطريق إلى الله عز وجل فمر بنا في الدرس الماضي أصحاب القرية مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلفون هؤلاء الذين كذبوا رسالة الرسول النموذج الآخر نموذج المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء من أقصى المدينة أقصى المدينة أي من أطراف المدينة ماذا نستفيد من هذه الكلمة العادي أن الأغنياء يسكنون في أوجه الأحياء والفقراء يضطرون إلى أن يسكنوا في أطراف المدينة هذا الذي سكن في طرف المدينة رفعه الله عز وجل إلى مرتبة الصديقية انظروا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يعتمد من كل القيم التي تواضع الناس على أنها قيم للترجيح بين العباد إلا قيمة واحدة إنها قيمة العلم والعمل وما سوى ذلك الفقر والغنى الذكاء وعدم الذكاء الوسامة والدمامة الصحة والمرض النسب والحسب وأن يكون الإنسان مغمورا هذه كلها لا شأن لها عند الله فهذا الرجل الذي ارتفع إلى مرتبة الصديقية في بعض الأحاديث الشريفة أين كان يسكن من أقصى المدينة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دققوا في هذا الكلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا هناك رزق لا يكفي وهناك رزق يكفي وهناك رزق يطغي فالمطغي بلاء كبير لأن هذا الرزق المطغي ربما كان الطريق إلى النار والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الرزق المطغي قال بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا غنا مطغيا عدى النبي عليه الصلاة والسلام الرزق المطغي بلاء كبيرا أما أن يكون الرزق لا يكفي فهذا حالي قد تكون مزعجا لكن هناك من يصبر وهناك حكم لا تنتهي من أن يكون رزق الإنسان أقل من حاجته قد يدفعه الله إلى بابه قد يلين نفسه قد يجعله متواضعا قد يطهره من ذنوب كثيرة لأن النبي كما تعلمون عليه الصلاة والسلام لما قال يا رب ارحمه دخل على أحد أصحابه فقال ادعو الله أن يرحمني فوقع في قلب النبي يا عبدي كيف أرحمه مما أنا به أرحمه وعزتي وجلالي لا أقضض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني هناك رزق لا يكفي لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع لو كشف الله لك عن السر الدفين وراء هذا الرزق الذي لا يكفي لذابت نفسك كالشمعة حبا لله عز وجل وهناك رزق يكفي وهناك رزق يطغي فإذا سألت أحد الإخوة الأكارم عن حاله عن معاشه عن عمله عن رزقه وقال لي والله أستاذ ما في شيء زياده الحمد لله مستوري أقول له لقد أصابتك دعوة النبي النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا دعوة النبي فالإنسان إذا كان الله عز وجل أنعم عليه براحة البال سيهديهم ويصلح بالهم أنعم عليه بجسم لا يشكو مرضا عضالا أنعم عليه برزق يكفيه فهو ملك من ملوك الدنيا مرة قلت لكم ملك سأل وزيره من الملك؟ قال أنت؟ قال لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه عاشت مستور الحال لا نعرفه ولا يعرفونه هذه راحة البال لذلك وجاء من أقصى المدينة من أطراف المدينة لعله من الطبق الفقيرة لعله من الطبق المستضعف لعله ممن لا شأن له لعله من الضعاف الذين ليسوا من أهل الحل والعقد لعله من هؤلاء ومع ذلك رفعه الله عز وجل إلى مرتبة الصديقية وجاء من أقصى المدينة رجل كلمة رجل أيها الإخوة في القرآن الكريم لا تعني دائما أنه ذكر لا تعني شيئا أعظم من ذلك تعني أنه بطل يعني اكتملت فيه صفات الرجولة اكتملت فيه صفات الرجولة من صدق من أمانة من نجدة من مرؤة من سخاء من وفاء من حمية من شهامة من شهامة إلى بيع إلى عقد صفقة إلى سهرة إلى نزهة إلى إلى هذا الذي يخرج من بيته لا يبتغي إلا وجه الله لا يبتغي إلا طلب العلم لا يبتغي إلا نشر العلم لا يبتغي إلا خدمة الناس لا يبتغي إلا عملا صالحا يرضي الله عز وجل لمثل هذا فليعمل العامدون لمثل هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا حينما تخرج من بيتك إلى المسجد حينما تخرج من بيتك لتدعو إلى الله عز وجل حينما تخرج من بيتك لتعمل عملا صالحا لتتعاون مع إخوتك على البر والتقوى هذا السعي الذي يرضي الله عز وجل ألم يقل الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى شتان بين إنسان وإنسان ألق نظرة على الناس في شارع مزدحم كل إنسان في مخيلته هدف وما أسمى هدف المؤمن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إذا السعي والحركة والنشاط وزيارة الناس وخدمتهم وإغاثة ملهوفهم ومعاونة ضعيفهم وإعطاء فقيرهم وعيادة مريضهم هكذا سيدنا الصديق رضي الله عنه كان في أعلى مرتبة في العالم الإسلامي كان خليفة المسلمين قبل أن يكون خليفة المسلمين كان من عادته أن يقدم خدمات لجيرانه كان يحلب لهن الشياة فلما أصبح خليفة المسلمين دخل على بيت جيرانه حزن لأن هذه الخدمات لن تستمر أصبح خليفة المسلمين وفي صبيحة توليه الخلافة طرق باب أحد الجيران فتحت بنت صغيرة للباب سألتها أمها من الطارق يا بنيتي قالت يا أمه جاء حالب الشات جاء حالب الشات المعهود ليحلب لنا الشياة هكذا كان سيدنا الصديق المؤمن حركته نشيطة جدا هذا الذي يجلس في بيته يستريح يسترخي لا يعنيه أحد هذا ليس مؤمنا من لم يتفقد شؤون المسلمين فليس منهم المؤمن حركي عملي نشيط يزور يتفقد يعود مريضا يدعو إلى الله ينصح يقول يتعلم يطلب العلم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أي صفات المؤمنين الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة كل شيء يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر لا يبقى لك إلا عملك الصالح كل شيء يفنى انظر إلى الدنيا لو أن الدنيا كلها بيديك وجاء الموت لا تنفعك شيئا لا ينفعك إلا عمل صالح يؤكده قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فمدام هذا كلام الإنسان إذا جاءه الموت لماذا لا نتعر نحن بهذا الكلام قال يا قوم اتبع المرسلين تروي بعض الأحاديث أن هذا مؤمن ياسين كان صديقا وفي عنا مؤمن آخر مؤمن فرعون مؤمن فرعون كان صديقا ومؤمن ياسين كان صديقا وأنعم بهذا المقام قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ما هل مقياس هل هذا مقياس دقيق الإنسان يكذب لمصلحة دنيوية يدجل يزور الحقائق يبالغ يعظم يفخم يتملق ينافق إذا كان فيه مصلحة أما إذا انتفت المصلحة الدنيوية كليا فالكذب لا معنى له إنسان أحيانا من أجل أن يبيع هذه السلعة يمدحها من أجل أن يأتيه خير من هذا الإنسان يسني عليه يسني عليه كاذبا فالكذب مرتبط لمصلحة دائما قصة تروى هي قصة عادية لكن لها مغزى كبير إنسان كان يعمل عتالا وله دابة فلما ماتت هذه الدابة أصبح بلا دفن جاءته فكرة شيطانية اندفنها وأقام عليها قبة وسماها بإسم وليا من أولياء الله وتوافد الناس عليه وقدموا له الهدايا والخراف وعاش في بحبوحة كبيرة وهو يسني على هذا الولي المدفون لماذا يكذب؟ لمصلحة لمصلحة راجحة عنده هذا مقياس دقيق حينما تنتفي المصلحة ليس هناك كذب إطلاقا قال يا قوم اتبعوا المرسلين إنسان لا طلب منك شيء لا مادي ولا معنوي ولا نبيح ولا ثناء ولا أي شيء إطلاقا حينما تنتفي المصلحة ينتفي الكذب معها لأن علة الكذب المصالح المرسلة المادية هذه علة الكذب لو ألغيت المصالح ألغيت الكذب إطلاقا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا الآن في نقطة دقيقة جدا النقطة هي أحيانا إنسان يتلقى العلم من مسجد سنوات طويلة لكنه إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل يقول لفلان احذر معنا فإذا أنت في هذه السنوات العشر ما تعلمت شيئا تقوله له لا يكفي أن تدعو الناس إلى المسجد لا بد من أن تنفق بالحق أنت أيضا لا بد من أن تبين الحق لذلك قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ثم نفق بالحق وما لي لا أعبد الذي فطرني من هي الجهة التي يمكن أن تعبدها وحدها إنها الله الخالق المربي المسير الرحيم الغني القدير العليم السميع البصير الرؤوف الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني هل هناك جهة تستحق العبادة غير الله عز وجل هل هناك جهة تستحق أن تعطيها شبابك والله حينما أرى إنسان يقدم شبابه لجهة غير الله عز وجل والله أرى عقله صغيرا أقول مسكين فلان ما عرف قيمة نفسه ليس في الكون جهة تستحق أن تعطيها شبابك وجهدك وإخلاصك وحياتك وعمرك إلا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أما أن تقدم شبابك أو عمرك أو طاقاتك أو ذكاءك أو علمك لإنسان ماذا يقدم لك هذا الإنسان وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ألم يقل الله عز وجل لهذا الميت الذي يبيت في القبر أول ليلة عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت من لك غير الله إذا نقر في الناقور حينما يموت الإنسان ويتوزع أولاده أو إخوته واحد عند حفار قبور ليشتري له قبرا واحد لطبع النعوة واحد للكراسي واحد للتعزية في هذه الساعة العصيبة حينما يسجل إنسان على فراشه ويجلل بالأقمشة ويقرأ له القرآن في هذه الساعة العصيبة من له غير الله من له ماذا ينفعه ماله هل ينفعه ماله أولاده زوجته أقرباؤه أنسباؤه جماعته عزوته مكانته منصبه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون المصير له الأبد معه إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها وما لي لا أعبد الذي فطرني هل ترى أن إنسانا في الكون مؤهل أن تطيعه في معصية الله عز وجل أأتفذ من دونه آلهة يعني إنسان أعطيه كل حبي أعطيه كل ولائي أعطيه كل شبابي أعطيه طاقاتي قلمي إن كنت أديبا لساني إن كنت خطيبا ألا يستحي الإنسان أن يقدم طاقاته وقدراته الخاصة لغير الله عز وجل يعني أحد الأدباء نقده بعض النقاد لأنه باع قلمه لجهة ما فغضب غضبا شديدا قال أنا لم أبع هذا القلم ولكنني أجرته الإنسان أي 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 أبي أي أنت عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تلعب وخلقتك من أجلي فلا تتعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك خلقت الله عز وجل له من أجل أن تعرفه من أجل أن تعبده من أجل أن تطيعه من أجل أن يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة كلام دقيق وما لي لا أعبد الذي فطرني إذن لم يكتفي مؤمن ياسين بأن دع قومه إلى سماع كلام المرسلين بل دعاهم أيضا إلى الهدى مباشرة إن قد يقول لك إنسان بقيت في الدرس عشر سنوات حدثني أنت من عندك ماذا سمعت من كلام الله من تفسير كلام الله من تفسير حديث رسول الله من قصص أصحاب رسول الله حدثني الإنسان إذا ما كان طريق اللسان في الحق مشكلته مشكلة ماذا استفدت من هذه الدروس كلها؟ مؤمن ياسين قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة هنا إن يردني الرحمن بضر يعني الله عز وجل إذا أراد بإنسان شيئا إذا أراد به سوءا إذا أراد به مكروها إذا أراد به مرضا إذا أراد به فقرا إذا أراد به ذلا إذا عذبه هل في الكون كله جهة تستطيع أن تمنع عنه العذاب؟ أن تحميه من عذاب الله عز وجل؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقزون إني إذا لفي ضلال مبين أيها الإخوة الأكارم والله الذي لا إله إلا هو ما من نعمة على وجه الأرض ما من نعمة في الدنيا أثمن من أن تعرف الله من أن تعرف من أنت لماذا أنت في الدنيا؟ أين كنت؟ أين المصير؟ ما مهمتك؟ حقيقة هذه الآلهة لا بد من أن يهدمها يعني الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تحتم الأصنام التي تُعبد من دون الله شهوة النساء صنم شهوة المال صنم شهوة العز والسلطان صنم هذه الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله يجب أن تحطمها لهم لأنك إذا أقررتهم على ما هم فيه من شهوات وانحرافات كانت حجابا بينهم وبين الله عز وجل مؤمن ياسين دعا إلى عبادة الله عز وجل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بشكل استفهام إنكاري ثم تعجب قال أتخذ من دونه آلهة هذه الآلهة ماذا تنفع أو تدر إن الحكم إلا لله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني الدين كله ملخص في كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله إذا علمت أنه لا إله إلا الله تقطعت كل علاقاتك مع الخلق الخلق جميعا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يعني الناس جميعا لا يقدمون ولا يؤخرون كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا علاقتك بالله وحده هذا هو التوحيد اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها أرقى شيء بالدين التوحيد مطمئن علاقتك مع جهة واحدة مع الله سميع بصير عليم عادل محب غني قدير يجيب الدعاء الحقيقة في دعوة الرسل دليلان على أنهما مهتدون أول دليل شكلي وثاني دليل عملي أو مضموني الشكلي أنهم لا يسألون الناس أجرا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون هذا دليل لكن شكلي أما إذا سمعت دعوتهم سمعت منطقة توحيد سمعت التعريف بالله عز وجل سمعت منهج الله عز وجل هذا دليل آخر أقوى من الأول فأنت إذا أردت أن تبين للناس الحقيقة يجب أن تنوبع لهم الأدلة دليل نقلي دليل عقلي دليل واقعي دليل الفطرة دليل شكلي خارجي دليل داخلي وهكذا إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقزون قلت هذا في الدرس الماضي إن دائما وأبدا إذا جاءك ضغط توجيه أمر من قوي أو من من تحرص على رضائه أو من من تخاف على حزنه إذا جاءك هذا الأمر دائما وأبدا قل هذه المقولة إن فلانا لا يمنعني من الله ولكن الله يمنعني من فلان إذا أراد الله أن يحميك منه يحميك وإذا تخلى الله عنك لا يستطيع أحد أن يحميك من الله عز وجل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر